اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على انقاض سوريا تزدهر امبراطورية مخدرات يديرها شقيق الاسد وميليشيا حزب الله صراع النفوذ بين واشنطن وبكين يصل افريقيا الصين تعتزم اقامة قاعدة عسكرية دائمة في غنية فيما لا يزال موعد عودة المشاركين الى طاولة التفاوض النووي في فيننا غير محدد بعد واستتراجع نسبة التفاؤل هاجمت المانيا المقترحات الايرانية وصفة اياها بغير مقبولة وحذرت برلين من ان الوقت ينفد اتى الموقف الالماني بعد ان دافعت الخارجية الايرانية عن المقترحات التي قدمتها على طاولة التفاوض ملقية باللوم على الغربيين الذين اتهمتهم بالمماطلة الامتعاض من المماطلة الايرانية لم يأتي من الفريق الذي تصفه طهران بالمعادف حسب بل من الحلفاء ايضا فموسكو وبيكين تفاجأت بمدى تراجعها اي طهران عن التزامات الخاصة بها خلال الجولة الاخيرة من المباحثات وهنا تأمل واشنطن ان يؤدي الضغط من موسكو وبيكين لاجبار طهران على تعديل موقفها التفاوضي اما اسرائيل فاوضحت على لسان وزير دفاعها ان العملية العسكرية هي احدى الادوات لمنع ايران من حيازة السلاح النووي اشتركوا في القناة نتباحث في فيينا حول المسودتين التي قدمناهما للطرف الآخر حول رفع العقوبات وكذلك تخطيط لكيفية وقف خطوات ايران التعوضية ازاء رفع الحضر وقد تم شرحها بالكامل في الجولات السابقة من المحادثات ليس هناك شيء باسم الاتفاق المؤقت او خطوة فخطوة اذا تم التوقيع على اتفاقية اليوم ولم يتم اجراء اي اعتبارات وفقا لبيانات الدول الغربية نفسها فلن تتمكن شركاتها من الاستثمار في هذا البلد من الطبيعي ان نحاول الى اقصى حد لدينا الحفاظ على حقوق الناس بالكامل لسنا في عجلت من امرنا ولن نسمح لأي شخص في فيننا بإهدار وقتنا وطاقتنا ما توافق موقعت را یک توافق خوب برای کشورمون نمیدانیم توافق باید جامع باشد توافقی باید باشد که جمهوری اسلامی ایران و مردم به طور ملموس از مزايا اقتصادی برجام و رفع تحریمها استفاده بکنن ونناقش هذه التطورات والمواقف اللافتة من حلفاء ایران مع ضيفين من واشنطن الدكتور فراس مقصد استاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن ومن موسكو الدبلوماسی السابق فيتش سلاف ماتازوف مساء الخير لكم اهلا بكم في الاخبار الليلة على شاشة الحداث سيد ماتازوف سأبدأ مع حضرتك بخضم جولة المفاوضات الاخيرة بفيننا كان فيه موقف عبرت فيه روسی عن قلقها مما يجري خلال تلك الجولة ومن مواقف ایران واليوم كذلك على ما يبدو في استمرار لهذا القلق ما هو المتوقع من الموقف الروسی من ناحية التعاطي مع ایران الحليفة؟ طبعا موقف روسی كان واضح من البدایت المفاوضات حول ملاف النووي ایرانی نحن مع منع انتشار السلاح النووي ملتزمين لمعاهدة عدم انتشار السلاح النووي في العالم ولذلك اتفاق 5 زید 1 الذي وقع بعد مفاوضات سعبة طويلة لجما يرجع اليه ولذلك مفتاح لهذه القضية بوجه نظره هذا هو في الياد اماركی لان الياد اماركی هو الذي يقرر في نهایت المطاف حد الوسط بين ایران وامريکا لان صراع رئیسی يجری ليس بين دول غربیه اوروبا و ایران اما بين اماركا و ایران وورا اماركا مصالح اسرائیل بلا ایشاک ولذلك كل تحديدات اسرائیلی فارغ المدمون كل انسان معاقل يفهم جيدا ان اسرائیل لا تسرع في درب نعم حضرتك تقول انه هذا نوعا ما مسئولیت اماركا الوصول الى ای نتیجه او العوده الى الاتفاق بس بنفس الوقت ليست اماركا التي بدأت بتخصیب ایرانيوم بمنشأة جديدة منشأة فوردو بوسط الجوله هذه وليست اماركا التي رفضت التحدث عن ای امور اخرى سوى موضوع رفع العقوبات لماذا وضع الموضوع على طاولة امريكا بوقت انه الكل اليوم متفق روسيا منهم انه تعقید الوضع اكثر جاء من ایران هذه المرة انا اذكره عندما في ايام ادارة باركا باما اتفاقنا مع ایران انه ينقل كل المياه الثقیل فوق مستوى مسموح يعني یا الى روسيا یا الى وکالة دولیالتاقن الزرست وطبعا هناك كانت يجري كل عمل النووي إيراني تحت غتاء وتحت مراقبة مشددة من قبل وكالة دولية للطاقة الزرية وتقارير الذي كانت رسميا قدمت هذه الوكالة إلى أمم المتحدة إلى مجلس الأمن دل بكل الوضوح أن إيران ملتجمة ودمر كل الكيمية من المياه السقيلة أعطى لدول أخرى إلى الخارج وما باقي في إيران أي شيء الوكالة الدولية كانت متفاجئة من مواقف إيران ومما حصل كان في أيضا زيارة لغروسي وما حصل من تفاوض بالمواقف ولكن سأعود إليك سيد متازوف دعنا نشرك في الحوارة دكتور فراس مقصد مساء الخير دكتور فراس أهلا بك معنا أيضا على شاشة الحدث السيد متازوف يقول أن الأمور قد تكون بيد الولايات المتحدة بشكل أو بآخر وبنفس الوقت هناك انتقادات لموقف الولايات المتحدة بأنه لم تدخل من موقع قوة أصلا إلى هذه الجولة حتى تنجز ولكن إلى أي مدى يمكن التعويل على الموقف الموجود اليوم من روسيا من الصين من ألمانيا قبل قليل الذي يميل إلى محاسبة أو ربما التعارض مع ما قامت به إيران لعبه طبعا الضغط الدبلوماسي الروسي روسيا ما زالت لاعب مهم في هذه المفاوضات ولها الكثير من أدوات الضغط على إيران ولكن الصين تستورد حاليا نصف مليون برميل من النفط الإيراني يوميا دكتور فيراس هناك الكثير من التركيز عند الإيرانة الأمريكية كيفية تقليص وحتى ربما انقطع هذه الوصلة ما بين إيران الاقتصاد الإيراني والصين طبعا هنا دور مهم للمملكة العربية السعودية لأنه في الجولات الماضية استطاعت المملكة العربية السعودية أن تقل الاتصال ينقاطع معك كثيرا دكتور فيراس نحن سنحاول أن نتعاطى مع هذه المشكلة وربما نحاول إصلاحها حتى ذاك الحين سأعود إلى سيد ماتازوف سيد فيتشيسلاف إذا ما أردنا أن نقرأ بالمرحلة القادمة ما هي المواقف التي يمكن فعلا البناء عليها للعودة إلى فيينا هل ما زال الباب مفتوح لعودة على أسس مشتركة موقف روسي الرسمي تقييم المفاوضات الأخيرة في فيين مشاجعة لأن لا شك روسيا تعتبر أن مشاكل موجودة ولكن هذه المفاوضات لا تسكر الباب إلى الحل وأنا أعتبر أن دور الكبير ترجى في هذه المفاوضات فيين ليست فقط على أمريكا وأوروبا وروسيا أما هنا تزدادت الآن دور الدول العربية ونحن نعرف عن زيارة بعض الممثلين من دول الخليج إلى تهران والمفاوضات مكسفة طبعا هذا حل مشكلة سلاح النووي بين جرين دول المجاورة لا شك هي يمكن أثبت وأدمن الإنتاج من أي تدخلات الأجنبية روسيا أمريكية أو أوروبية أو صينية لذلك يعني تعايش دول في هذه المنطقة بالفعل ترجع قبل كل شيء إلى دول المنطقة نعم بس هذا تقول حضرتك أنه سيسهل موضوع الاتفاق النووي لأن هذه الدول هنا في المنطقة لديها مفاوضات من نوع آخر مع إيران وليس فقط بالنووي ولكن أنتم أقول روسيا والأطراف الأخرى هي التي تفاوض بهذا الملف بلا أي شك لأن روسيا كانت تؤيد قرارات مجلس الأمن الذي وضعت حدود لتعاون اقتصادي مع إيران خصوصا في مجال الأسكري منعت قرار مجلس الأمن تقديم أي صفقات السلاح الهجومي ولكن كانت ما كانت حول سلاح الدفاعي ولكن بغض النظر روسيا امتنعت بتقديم لإيران للبيع لإيران مجموعة صواريخ 300 أيام بعد توقيع حتى يشاجع العملية السياسية وسلمية طبعا هذا ما قيمها في واشنطن وأصبحت هذا يعني الآن انتهت المهلة التي أعطوا إيران كحدود زمنية لتعاون معها الاقتصادي ومجال الأسكري الآن كل يادة مفتوحة لدي روسيا لدي السين الشابي لأن قرار مجلس الأمن انتهى فعله زمني ولذلك هذا هو يغير نسبيا كل ما كان متافق عليه في البداية ولذلك الآن مفاوضات مع الدولة العربية تتناول مواضيع أخرى بلا أي شك ولكن عجلا وأجلا هذا تؤثر على موضوع الرئيسي موضوع الرئيسي هو ملافى النووي إيراني انتشار سلاح النووي في المنطقة شرق الأوسط هذا من أهم المشاكل وهذا كانت نقاش في أطار الأم المتحدة حيث يتحذوا قرارا أن يؤكدوا المؤاهدة المنى انتشار مرة أخرى تجديدها وهذا نقطة مهمة كما تبين وخصوصا سلاح النووي في منطقة شرق الأوسط نعم سلاح لإسرائيل ودول أخرى دكتور فيروس مقصد يبدو أن الاتصال معه بات جاهزا أهلا بك من جديد دكتور فيروس على ما يبدو أن هناك نوع من التشارك بالأفكار بينك وبين سيد متازوف بموضوع المنطقة العربية وأيضا الدور مع إيران تفضل بإكمال هذه الإجابة ثم ننتقل معك إلى نقاط أخرى نعم أخوان على رداءة الاتصال الفكرة الأساسية أن هناك دور كبير ليس فقط لروسيا دور روسيا الدبلوماسي على نطاق المنطقة وطبعا مع إيران هو مهم ولكن ربما التركيز الأساس والدور الأهم هو لصين بسبب صادرات النفط الإيرانية تقارب نصف مليون برميل يوميا الآن تذهب إلى الإقتصاد السيني وهنا التركيز في البيت الأبيض في المرحلة القادمة من خلال الاتصالات والقنوات الدبلوماسية ولكن أيضا التهديد بالتنفيذ الأسرم للعقوبات هو محاولة تقليص الخمسمائة مليون برميل الذي تصدرها إيران لربما أكثر حسبنا التهريب أيضا لربما نقارب السبعمائة مليون برميل يوميا الذي تذهب إلى الصين فهو هذا العامل الاقتصادي لربما الأقوى ولكن هناك مشكلة بالموضوع الاقتصادي حتى قبل ما تكمل الفكرة الثانية التبادل النفط مع الصين هو كان يجري أمام مرأة الجميع وكان إلى حد ما لا أحد يعترض عليه وكانه مسموح به وحتى رأينا الموضوع النفط المهرب وصل إلى لبنان كان يصل إلى سوريا وكذلك كان على مرأة من الجميع هل هذا بإطار تخفيف العقوبات كان بوقتها على إيران وبوادر حسنية كما تقول حضرتك لعودتها إلى المفاوضات نعم أعتقد أن هذه كانت من الأغلاط الأمريكية كان هناك البعض في الإدارة من يريد أن يبدي حسنية تجاه إيران عندما بدأت المفاوضات ولكن أعتقد الآن حان الأوان أن نراجع هذه السياسة وما سمعته أنا في اليومين المنصر مين كان يذهب في هذا الاتجاه ولكن هذه لا تحل المشكلة المعضلة هي أن باستطاعت إيرانا أن تتقدم في التكنولوجيا النووية تتقدم بتقنيات التخصيب أسرع من إمكانية الغرب والولايات المتحدة بالضغط اقتصادياً الضغط الاقتصادي يحتاج إلى أشهر وسنوات ليفعل مفعوله وهذه هي المعضلة لذلك نحن اليوم نتكلم عن ما يسمى الخطة البديلة أو بلان بي وليس هناك خطة بديلة جاهزة وأعتقد أن زيارة المسؤولين الإسرائيليين إذ كان وزير دفاع أو رئيس الاستخبارات الموساد الأمريكي الإسرائيلي عفوا إلى واشنطن في الأيام والأسابيع القادمة هي بسبب التركيز على الخطة باء ما يمكن فعله إذا فعلاً فشلت هذه المفاوضة بس هي خطة عسكرية بالنسبة لإسرائيل والموضوع العسكري غير وارد بالنسبة للولايات المتحدة ليس كذلك دكتور؟ لا أعتقد كذلك الإدارة الأمريكية الرئيس بايدن يقول أن جميع الخيارات موجودة على الطاولة بدأوا يتحدثوا في الخطة البديلة ولكن هذه الخطة البديلة ليست موجودة بعد وهناك من يقول الخبراء العسكريين أن ليس هناك مخطط ممكن أن يقول أنه هو جدي في هذه المرحلة وطبعاً هذا شيء لا يساعد في المفاوضات الكثيرين هنا في واشنطن وبالأخص المسؤولين في الإدارة يقول أن لربما معنا لأول ربع من السنة 2022 لمحاولة كل الجهود الديبلوماسية ولكن من بعد هذه الفترة الزمنية تقترب كثيراً إيران من أن تصبح ما يسمى الثراشهولد ستايت أي دولة على شفير أن تكون لديها سلاح نور شكراً جزيلاً لك ضيفنا من واشنطن الدكتور فراس مقصد أسدى العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن والشكر موصول لضيفنا من موسكو ديبلوماسية السابق فيتشيسلاف ماتازوف أفادت وسائل إعلام إيرانية باندلاع حريق في خط أنبيب غاص في منطقة تأساحة شهاباد جنوب طهران وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء جلال المالكي أن سبب الحريق هو تسرب للغاز من الأنبوب بسبب حفريات في المنطقة مؤكداً عدم وقوع إصابات جراء الحادث نذهب إلى فاصل من بعده نتابع من الطبخ حتى التغليف والتصدير تقرير يكشف كيف تحولت سوريا لأكبر منتجاً للكابتاجون الحقائق لا تأتي في خبر مجرد بل تغلفها طبقات من الغموض الكامل في الوقائع الخلفيات والتداعيات والكشف عنها مغامرة شيقة يتطلب الغوصة في أعناق الحدث وقراءة ما بين السطور التسعة عشر اكتشف ما بين السطور من الأحد إلى الخميس على شاشة الحدث نزلنا هنا الغصف ونزلنا هنا الطيران والحجينة هنا سهل الوكم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى فزع على الأرض رعم للسماء طفولة يسرقها الجوة أمان قتلته زخات رصاص نساء ورجال عجائز وأطفال فرون من الجحيم باحثون عن المجهول كن لصا بغير يد مقولة تلخص صورة ما يجري في سوريا فتحت أعين ميليشيا حزب الله ومظلة النظام تنمو تجارة نافعة لهم وضر لكل شخص غيرهم فعيف تتحول دولة مدمرة إلى إمبراطورية فلنتابع وإياكم مربحة ومحمية هكذا باختصار باتت تجارة مخدر الكابتاجون في سوريا ذلك أن ما يديرونها هم شركاء أقوية وأجنحة فاعلة في النظام السوري صناعتها تنطلق من ورش تصنيع ومصانع تعبئة حتى التصدير إلى الخارج عبر شبكات تهريب تشرف عليها الفرق الرابع الرابعة التي يقودها مهر الأسد شقيق رأس النظام ليس مهر لوحده فثمت رجال أعمال تربطهم صلاة وثيقة بالنظام ومعهم ميليشيا حزب الله اللبنانية وأفراد آخرون من عائلة الأسد محصنون من المساءلة بطبيعة الحال وبفعل الحرب والتفافا على العقوبات الأمريكية جنح عسكريون وساسة وتجار في سوريا للبحث عن طرق جديدة لكسب العملة الصعبة ومن هنا كانت البداية باستغلال الفوضى إبان الحرب ببيع المخدرات والكابتاجون على وجه التحديد للمقاتلين من جميع الميليشيات وللنظام في سوريا خبراء أدوية ولذلك انتشرت مختبرات الكابتاجون في دمشق وارفها واللذقية ومناطق يسيطر عليها حزب الله بالقرب من الحدود مع لبنان وثمت أيضا مصانع صغيرة كحظائر صغيرة أو فيلات فارغة أين يجري جمع المواد الكيميائية فيها مع الخلطات ويتم ضغطها في أقراص بآلات صغيرة أو بسيطة ولدى النظام مصانع منتجات لإخفاء الحبوب والوصول إلى ممرات الشحن في البحر المتوسط وكذلك طرق التهريب نحو الأردن ولبنان وأيضا العراق زيادة على ذلك تقول تقارير أن عمليات التهريب تكون بإخفاء الحبوب الجاهزة في حاويات الشحن كعبوات الحليب والشاي والصابون وحتى غيرها كما يجري تهريب شحنات برا إلى الأردن ولبنان فيما يهرب الجزء الأكبر من ميناء اللاذقية على البحر المتوسط ولعل الشاهد على ذلك أن السلطات في اليونان وإيطاليا ومصر والأردن وغيرها من الدول صادرت مئات الملايين من الحبوب مصدر معظمها هو سوريا وليس بالبعيد عن سوريا تعمل إيران على محاولة إغراق العراق كذلك بالمخدرات من خلال حدودها عبر ديالة تحديدا ترجمة نانسي قنقر ونناقش هذا الموضوع مع ضيفين من مدينة طرابلس شمال لبنان بديع قرحاني مستشار مركز البحوث حول الإرهاب في باريس ومن لندن معنا الإعلامي السوري غسان إبراهيم مساء الخير لكم أهلا بكم في الأخبار ليلى على شاشة الحدث أستاذ غسان سأبدأ مع حضرتك موضوع الكابتاجون معلوم حول دور سوريا فيه دور النظام السوري بشكل أساسي فيه إلى جانب أيضا شركاء آخرين ولكن في أسماء كذلك تريحت بتقرير نيويورك تايمز لرجال أعمال ولأياد أخرى اليوم تعمل على موضوع الكابتاجون كلها مع النظام ولكن تختلف الأسماء إلى أي مدى هذا التقرير فعلا كشف ما كان ما زال مستور بموضوع الكابتاجون وربما حقيقة هناك شيئا أكثر مما تم كشفه هناك عملية يعني اسلوب ممنهج لإنتاج المخدرات بمختلف أنواعه وخصوصا الكابتاجون عبر الحصول على المواد الأولية عبر إيران مرورا بالعراق ثم وصولا إلى سوريا ثم يتم عملية إنتاجه بشكل ممنهج وبشكل مدروس وبشكل يضبط عملية انهيار الليرة السورية الجميع يشاهد أن الليرة السورية انهارت أيام الحرب وتوقفت فجأة نتيجة عملية الصادرات إلى الفارج والحصول على العملة الأجنبية لدعم الليرة السورية وبالتالي هذا الإسلوب هو حقيقة أيام الحرب كان له أبعاده ليس فقط للتصدير أيضا لاستخدامه للميليشيات التابعة للنظام لرفع من معنوية المقاتلين وجعلهم أدوات تستخدم من قبل النظام للقتل والتدمير بطريقة بشعة وخصوصا السجانين والأشخاص الذين يقومون بالقتل والإجرام بالإضافة إلى ذلك اليوم نشاهد عملية انتعاش عملية التصدير لمثل هذا المنتج استخداما لبوابات متعددة وخصوصا هنا البحر المتوسط والجميع شاهد الكميات الهائلة التي وصلت إلى اليونان إلى إيطاليا إلى قبرص إلى أيضا مصر إلى سيد بديع بأيضا الشق المتعلق بلبنان سهل البقاع كان دائما ما يستغل من جانب ميليشي حزب الله لزراعة الحشيش وكذلك لتصنيع الكابتاجون بالفترة الماضية يقال أنه نشطت أكثر كون أن المواقع السورية تستهدف من إسرائيل نسألك هل فعلا في تفاصيل حول ازدياد هذا الإنتاج وكم فعلا حزب الله هو الأداء الأساسية للنظام السوري لتسويق الكابتاجون يعني حقيقة فيما يتعلق بموضوع زراعة الحشيش هو موضوع مرتبط بلبنان ربما منذ نشأة لبنان حقيقة حتى قبل حزب الله ولكن فيما يتعلق بتصنيع الكابتاجون لأن زراعة الحشيش موضوع مختلف تماما عن موضوع تجارة الكابتاجون وإقامة المصانع حسب عدة تقارير تجزم من أن المصانع الكابتاجون الكبيرة والمنتجة تم جلبها من إيران وتم تزويد بعض الميليشيات الموالية لها في سوريا بإقامة هذه المصانع وصولا إلى المناطق الحدودية مع لبنان التي تخضع لسيطرة حزب الله أنا لا أريد الدخول من أن هل حزب الله هو من يتاجر بحبوب الكابتاجون أم لا ولكن ما نستطيع أن نزم به أن المناطق التي يتم فيها صناعة الكابتاجون تخضع لسيطرة حزب الله وفيما يتعلق بالداخل اللبناني شهدنا من أن الجيش اللبناني ومخابرات الجيش وشعبة المعلومات تقوم بعمليات باستمرار وتم استهداف كبار تجار الكابتاجون مثل حسن جعفر بعملية نوعية كانت لمخابرات الجيش وشبه يوميا الآن نسمع من مداهمات يعني بالأمس تم مداهمة داخل مدينة طرابلس شمال لبنان وتم اعتقال ما يقال حمس 11 مروج لتجارة المخدرات هناك حملة كبيرة حاليا يجب أن نذكرها من قبل الأجهزة الأممية أنا أسأل عن إذا ما كان الموضوع نشط أكثر بعد الضربات الإسرائيلية داخل سوريا إذا نشط أكثر بلبنان يعني لا أستطيع أن أقول أنها نشطت أكثر ولكن ما شاهدناه في لبنان شاهدناه على المستوى الداخلي يعني حياة ما ظهر في لبنان في الآونة الأخيرة بعد استهداف هذه الضربات إذا أردت من أن بدأت بيع المخدرات والكابتاجون داخل المجتمع اللبناني وقد شاهدنا في الأسبوع الفائت منذ ما يقارب عشر أيام على ما أذكر جريمتين تتعلق بالكابتاجون شقيق يقتل شقيقته وحفيد يقتل جدته بسبب تعاطيهم لحقوب الكابتاجون والمخدرات من هنا ربما شاهدنا في هذه الأيام مؤخرا حملات غير طبيعية للأجهزة الأمنية في محاولة لضرب هذا الموضوع ولكن شأن أم أبينا مهما حاول حزب الله أن يرفع مسؤوليته عن هذا الموضوع لا يستطيع قون معظم المناطق أقرر سواء زراعة الحشيش أو تجارة الكابتاجون هي تخضع لسيطرة حزب الله فليعلن حزب الله عدم مسؤوليته فعليا عن هذه المناطق وليسمح للجيش اللبناني أن يكون بمهامه حكما سوف نشهد شبه إنهاء كامل لهذا الملف طيب سيد غسان بالعودة إلى الموقف السوري أو حتى تحديدا عدم المساءلة أو عدم وجود عزلة على النظام بسنوات الماضية وعدم قلقه من اضطراره للإجابة على أي أسئلة تطرحها الكابتاجون كم ساعدته في تطوير هذه التجارة وأيضا اليوم نية النظام بالعودة إلى المشهد الدولي كم فعلا ستعني أي إجراءات منه تجاه الكابتاجون يعني أعتقد هي السبب الرئيسي لانتشار مثل هذا الأمر وتنظيمه حقا يعني سابقا كانت نيات قليلة جدا ولا تذكر وكانت مجرد الحديث عنها نوع من الفيال نوعا ما أما اليوم هناك شيء ممنهج هناك مصانع كبيرة في سوريا وخصوصا في ريف دمشق في ريف الساحل السوري أيضا هناك مصانع للأدوية كانت سابقا تقوم بإنتاج الدواء اليوم نشاهد أنها اختصاصها بالدرجة الأولى إنتاج الكابتاجون وإنتاج بعض الأنواع الأخرى التي هي ربما أخطر حقيقة كل هذا الأمور أعتقد أن النظام السوري عندما رفع شعار الأسد أو نحرق البلد بعد تدمير البلد ولم يبقى له مصادر للتمويل تحول لجعل هذا الأمر ممنهج بشكل يدعم اقتصاد النظام السوري النظام السوري لديه حوالي مليوني شخص موظفين ضمن مؤسسات النظام سواء في جيش، في ميليشياته، في حكوماته، في وزاراته هؤلاء الأشخاص يحتاجون رواتب هذه الأموال غير موجودة لا يوجد إمكانية لتحريك الاقتصاد السوري بشكل ممنهج يعني مثل الإيكونوميس وبعض الصحف الغربية أكدت أن الدخل القومي لسوريا هو أقل بكثير مما يوجد مردودات من تصدير المخدرات فبالتالي النظام السوري اليوم بعد أن أصبحت البنية تحتية مدمرة لا يستطيع أن يحرك الاقتصاد سوف يلجأ إلى هذا الأمر وأعتقد البعض حاول أو لديه بعض الوهم أنه في حال تم تخفيف الضغط عن النظام سوف يقوم النظام بتخفيف مثل هذه الصادرات هذا الأمر أعتقد بعيداً كل البعض لأن القرار أصبح بيد أطراف كثيرة ضمن النظام فالنظام ليس مركزياً كما يبدو للبعض أن بشار الأسد بإمكانه أن يأخذ قراراً وسوف ينفذ هناك ميليشيات في النظام خرجت عن السيطرة هناك شخصيات ضمن عائلة الأسد لا تتفق مع نهج بشار الأسد بشكل مطلق حتى فيه ماهر الأسد الذي هو شريك لحزب الله في هذه الأمور فبالتالي هذا الوضع البنية الداخلية للنظام تجعل مثل هذا الإنتاج يستمر وربما حتى لو حدث تطبيع مع النظام لا أعتقد أن الأمر خاضع للسيطرة قريباً أستاذ بديع بالنسبة للبنان حضرتك حكيت طبعاً عن إنجازات كبيرة للقوات الأمنية والجيش اللبناني بإطار مداهمة مخازن للكابتاجون وأيضاً كذلك أماكن يصنع فيها الكابتاجون ولكن السؤال يبقى هو المنافذ يعني ما زلنا نتحدث عن مرفأ بلا سكانر نتحدث عن حدود إلى حد ما غير مضبوطة الحدود غير الرسمية هنا نتحدث وحتى يعني بالمطار لا نتحدث عن كابتاجون ولكن أيضاً يعني في عنا مشاكل أخرى يحكي عنها إلى أي مدى هذه المعضلة ستبقى بلبنان وسيبقى حزب الله حريص على سيطرة على هذه المرافق الثلاثة أنا إذا سمحت لي يعني إذا أردنا فعلاً الحفاظ على لبنان والخروج من هذه الأزمة بما فيها معضلة تجارة المخدرات والكابتاجون هناك المبادرة السعودية الفرنسية التي طرحت منذ يومين أثناء لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسمو الأمير محمد بن سلمان كانت خارطة طريق هذه المبادرة هي خارطة طريق للخروج من هذه التفاصيل الصغيرة سواء تجارة المخدرات الصغيرة بمعنى مكياساً بالأزمة الكبيرة التي يعيشها لبنان وهي تنفيذ الكرارات الدولية كرار 1559 و168 و1701 ومن ضمنها ضبط الحدود وبسط سيادة الجيش اللبناني وسحب السلاح الغير شرعي الذي يغطي هذه التجارة شأن ما بينه ولا يستطيع حزب الله أن يتبرأ من هذا الموضوع الأساس هو أن يتم تطبيق الكرارات الدولية أنا أعتقد بعكس ضيفكم الكريم في لندن حسب ما عارفت أنا أعتقد أن هذه الآخر تجارة الكابتاجون وصناعة الكابتاجون لن تطول كثيراً ولن يستطيع حزب الله الاستمرار في ذلك اليوم ما حدث من خلال المبادرة السعودية الفرنسية أقرد هي للمرة الأولى مجدداً فرنسا تذكر بالكرار 1559 وللمرة الأولى تذكر فرنسا بأن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وهذا كله يعود حقيقة بفضل المبادرة السعودية التي ترحها من أجل ليس خدمة للدول الإقليمية بل خدمة للبنان والشعب اللبنان ولا يمكن للخروج من هذه الأزمة إلا من خلال تطبيق القرارات الدولية طيب أستاذ بديعو أيضاً أستاذ غسان نحن سنذهب إلى فيديو بالفعل يتم تحضيره أشير إلى هذا الخبر العاجل أولاً وهو عن تحالف دعم شرعية في اليمن والذي يفيد بأن الدفاع الجوية السعودي يدمر صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه الرياض العاصمة السعودية إذن هذه الصور الأولية التي وردتنا بالفعل تدمير هذا الصاروخ في السماء بعد محاولته دخول الأجواء السعودية واتجاهه باتجاه الرياض تم تدمير هذا الصاروخ ولم يسقط بأي نقطة على الأرض برية إذن طبعاً تبقى معنا هذه المعطيات والمزيد حولها مع كل تفاصيل جديدة ولكن سأعود إلى سيد غسان بنقطة كذلك يعني الخطر أو أن يكون هذه الصناعة هي سيف ذو حدين داخلياً يعني اليوم النظام يقوم بالتصنيع بضواحي دمشق بضواحي أو أطراف اللاذقية إلى جانب الحدود اللبنانية السورية بس نتحدث عن أكثر مناطق اليوم فيها سكان فيها ناس باقي المناطق تهجروا منها أو ربما فيها سيطرات معينة هذه المناطق لم يتهجر أهلها كم هذا يشكل خطر لسيمة وأنه حتى تقرير نيويورك تايمز لم يتحدث فقط عن كابتاجون يتحدث عن الكريستالماث كذلك بالضبط بالضبط هناك مواد عديدة يتم استخدامها بشكل خطير وبطريقة يعني حتى تصنيع عملية تصنيع مثل هذه المخدرات لا تتم بطريقة احترافية يعني هناك الكثير من المنشآت ليست الأمر فقط مقتصر على حزب الله والفرق الرابع هناك أيضا بعض القطع العسكرية الصغيرة التي ليس لديها الإمكانات المالية الكافية لديها أيضا مصانعها التي تتم عادة في بعض الفلال أو بعض الماكن السكانية الأخرى وبالتالي هذا المنتج خطورته ليس فقط من هذا الإنتاج الكبير وحتى أيضا انعكاسه على المجتمعات سواء على المجتمع السوري أو المجتمع اللبناني وبالتالي خطورته ذو حدين ولكن بالنسبة للنظام بالنسبة لحزب الله كل ما يهمهم البقاء في الحكم السيطرة الحصول على المال ومن هذا المنطلق لا أعتقد أبدا أننا سوف نشاهد تغير سريع في هذا الأمر وخصوصا أكبر صفقة في التاريخ تم القبض عليها كانت في إيطاليا كانت قادمة من حزب الله مصنعة في سوريا قيمتها مليار دولار من الكابتغون تهدي السيد باديع بسوريا النظام محتاج إلى حزب الله إلى رجال أعمال إلى الفرقة الرابعة إلى كثير من الأطراف حتى تقود هذه المهنة الجديدة مهنة صناعة المخدرات هل لحزب الله حلفاء أو شركاء بموضوع الكابتغون بلبنان أنا أعتقد شخصيا أعتقد خلال عدة معطية أن حلفاء حزب الله هم التجار الأساسيين في موضوع الكابتغون أكثر من حزب الله نفسه حزب الله يوفر المظلة والحياة ولكن الوريطين بشكل مباشر هم حلفاء حزب الله وهذه نعرفها عبر الأسماء مثل حسن جعفر أحد أكبر تجار الكابتغون هو ليس من حزب الله ولكن هو يعيش تحت حماية حزب الله حتى التقرير ذكر نوح زعيتر نوح زعيتر أنا شخصيا أذكر عندما التقيت به ذهبت إلى المنطقة التي يسيطر عليها أساسا عندما تدخل إلى المنطقة تجدين أعلام حزب الله وصور قتل حزب الله وصولا إلى عنده فهو يعيش من جمهورية نوح زعيتر أيضا هنا السؤال نعود ونطرحه على حزب الله كيف تقول من أن لا علاقة لك بهذا الموضوع من يكون بحماية نوح زعيتر نعم لو أعطي تصلاحيات للجيش اللبناني أنا على سكة من أن الموضوع أقل من 24 ساعة قد يكون الموضوع محسن ولكن سوف ندخل بصراع بين العشائر وحزب الله وحزب الله والدولة اللبنية من هنا أنا أقول من أن المبادرة السعودية وضعت أصبعها على الجرح لم يعد ينفع تكاذب من كمال السياسيين اللبنانيين والهدود من مسؤوليتهم يجب تطبيق القرارات الدولية نعم للأسف شديد انتهى وقت هذا الحوار شكرا لك ضيفنا من طرابلس شمال لبنان بديع قرحاني مستشار مركز البحوث حول الإرهاب في باريس وشكر موصول لضيفنا من لندن الإعلامي السوري غسان إبراهيم الأخبار ليلى مستمر وفيها بعد فاصل النهضة بأزمة متجددة العشرات يعلقون عضويتهم ومطالب بتنحي الغنوشي سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم أكثر الأخبار تعقيدا تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة ومن الاستعانة بالخبراء والمختصين مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهما ستوديو الحدث يوميا التاسعة صباحا بتوقيت جرينيتش على شاشة الحدث عالمنا في تحول دائم تتغير المعطيات فتختلف النتائج نصلح على حدث ونمسي على آخر ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعات من مكان الحدث من قلب الحدث بالثقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار الثاني عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة الحدث أعلن ما لا يقل عن 15 عضوا من حركة النهضة التنسية تعليق عضويتهم بمجلس الشورى ولجان المؤتمر وذلك على خلفية فقدان هذه المؤسسة لوظيفتها الرقابية والسقلالية قرارها وبحسب البيان دعا الأعضاء إلى إعلان صف القيادية الأول للحركة من الآن بقيادة راشد الغنوشي وعلي العرايد ونور الدين البحيري أنهم غير معنيين بالمؤتمر القادم واعتبر الأعضاء أن القيادة القائمة فشلت في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها مؤكدين على ضرورة اعترافها بذلك وبتحملها للمسؤولية محملين القيادة الحالية للنهضة مسؤولية الفشل في إدارة الأوضاع الداخلية والخارجية إضافة إلى التأجيل الممنهج لتاريخ المؤتمر انقسامات متواصلة وحرب مفتوحة داخل صفوف حركة النهضة بتونس تؤشر وتشي بقرب سقوط قطع الدومينو الإخوانية خلافات يتصاعد دخانها يومياً بين صفوف الحركة تدعمها أصوات مناهضة للغنوشي في التنظيم الدولي للإخوان بإيقالته من منصبه والأصوات المتعالية تطالب بعقد المؤتمر العام للنهضة وذلك لانتخاب رئيساً جديداً للحركة في محاولة لكسب أرضية سياسية جديدة في ظل التراجع الحاد لشعبية النهضة الثورة داخل النهضة أعلنها 113 قيادياً في الحركة بعد تقديم استقالاتهم بسبب إخفاقهم في معركة الإصلاح الداخلي لهذا الحزب القيادات المستقيلة أقرت بتحمل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه الحركة من العزل على حد وصفهم كما أرجعوا استقالاتهم إلى تحمل القيادة الحالية قدراً هاماً من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام في البلاد من ترد المنشقون عن النهضة أرجعوا أيضاً أسباب استقالاتهم إلى تعطل الديمقراطية والمركزية المفرطة داخلها وانفراد وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلياً وما يؤكد ذلك هو قرار راشد الغنوشي بتصفية كل الأصوات التي تطالب بإزاحته من رئاسة الحركة بعد قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو المنصر ووصفت بعض التقارير حل الغنوشي للمكتب التنفيذي بالقرار المنفرد حيث أغلق مقر الحزب العديد من المحافظات بعد خروجها عن طاعته وهي في كل من محافظات الكاف جندوبة وسليانا شمال غرب البلاد المعلومات هنا تتحدث عن أن قيادات التنظيم الدولي حذروا راشد الغنوشي من مصير إخوان مصر مؤكدين في اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو أن استمرار الوضع على ما هو عليه في تونس هو في ظل حالة الغليان الداخلي يعرض الحركة للانهيار تماماً غير أن الأزمة الكبرى التي تواجهها النهضة بحسب المتابعين لشأن تونسي هي الرفض الشعبي الذي تجلى في رفض دعوة الغنوشي للتظاهر يوم السادس والعشرين من يوليو الماضي ترجمة نانسي قنقر من تونس معنا حول هذه التطورات الدكتور العلي العلاني البحث في الشؤون الأمنية والسياسية دكتور العلاني مساء الخير أهلا بك معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث دعوات داخلية ضمن حركة النهضة لاستقالة الغنوشي ولكن هل هي محاولات للهروب إلى الأمام من هذه الحركة التي اعتادت أن تقوم بخطوات مماثلة؟ مساء الخير تحية لك ولكل السادة المشاهدين أعتقد أن الانقسامات التي وقعت في داخل حركة النهضة هي في الحقيقة كانت متسارعة في الزمن يعني منذ أسابيع قليلة انشطرت الحركة إلى ثلاث أقسام إذن قسم غادرها نهائيا ويتمثل في المجموعة 131 وعلى رأسهم المكي وديل وغيرهم القسم الثاني هو الذي يعني ما زال ينتظر وهو قد جمد نشاطه اليوم وفيه قياديون من الصف الأول والصف الثاني والقسم الثالث هو الذي ما يزال متمسكا بالبقاء وعقد اليوم ندوة صحفية لكي يبرئ الحركة النهضة من كل الأخطاء التي وقعت فيها فبالتالي نرى أن هذه الوضعية هي وضعية تدل على أزمة عميقة داخل الحركة ولها العديد من الدلالات الدلالة الأولى هو أن حراك 25 يوليو قد ضرب في العمق حركة النهضة وتيار الإسلام السياسي في تونس نحن نعرف أن الغنوشي خاض صراعات مع الرئيس برقيبة ومع الرئيس بن علي وفي ظرف أسابيع وهذا بطبيعة الحال نتيجة التراكمات فشل تجربة الحكم بالنسبة لهذا التيار في ظرف أسابيع قليلة حراك 25 يوليو أزال وضرب هذا التيار في العمق الدلالة الثانية هي أن السيد الغنوشي فقد كارزميته في داخل تنظيمه وهو يقع بشكل كبير ومتواصل وبالتالي هذا الزعيم التاريخي لحركة النهضة الذي قضى 40 سنة في المعارضة و10 سنوات في الحكم تقع إدانته من داخل حسبه وتقع المطالبة الملحة بإبعاده عن إدارة الحركة وهو هذه العملية قليلة الحدوث والوقوع في العديد من طيارات الإسلام السياسي الدلالة الثالثة والهامة هو أن حركة النهضة فقدت دعم الرجال الأعمال ونحن نعرف أن رجال الأعمال لا يساددون حزبا في مواجهة وفي صراع مع الحكومة والحركة في الفترة الأخيرة فقدت دعم الرأي العام وهذا رأيناه في الهجومات المتكررة على مقرات الحركة يوم 25 يوليو وأيضا فقدت دعم جزء لا بأس به من النخبة التونسية إذن هؤلاء الذين جمدوا عوضيتهم اليوم هذا كله هو خطأ الغنوشي أو خطأ الحركة بشكل عام لأنه اليوم في محاولة من بعض أطراف الحركة تحميلها كلها هذه الأخطاء للغنوشي والغنوشي حاول تحميلها لمن أقالهم هو والمكاتب التي أغلقها أعتقد أن الخطأ هما خطأان هناك خطأ يخص الرمز هناك سقوط للرمز يتمثل في مطالبة الغنوشي من أنصاره المقربين بطالبه بإلحاح بأن يغادر الحركة وهناك سقوط النموذج وهذا هو الأهم فسقوط الرمز بطبيعة الحال هذا كان أمرا طبيعيا نحن لا ننسى أن لوائح سحب الثقة من الغنوشي عندما كان رئيسا للبرلمان في الأشهر الأخيرة كانت متعددة وهذا الرمز أيضا أي الغنوشي لم يفهم التغيرات التي حصلت على المستوى الإقليم وعلى المستوى الدولي وأولها ما حصل في السودان في أفريل 2019 بعد سقوط حكم البشير وبعد ذلك سقوط حزب العدالة والتنمية في المغرب بذلك الشكل المدوي ورغم ذلك وإلى اليوم لا يزال الغنوشي ومجموعته القريبة منه متمسكين بمواقفهم ويعقدون ندوة صحفية مثل التي حصلت هذا اليوم وهناك هروب إلى الأمام ومحاولة تبييض لكل مواقف الحركة إذن أعتقد أن هذا المؤسس لهذا الطيار ربما يعيش في فتراته الأخيرة في قيادة التنظيم لأن هذا التنظيم لا يمكن أن يكون له فاعلية في المستقبل نتحدث عن فاعلية التطبيق داخل تونس ولكن بنفس الوقت إذا سمحت لي دكتور بنفس الوقت الإخوان المسلمون هو تنظيم لا يقتصر فقط على تونس هو تنظيم دولي إذا صح الوصف المنظمة الأم على ما يبدو تضغط كثيرا اليوم على الفرع التونسي لعدم تكرار سيناريو مصر الذي آذاها كثيرا إلى أي مدى اليوم المنظمة الدولية يمكن لها أن تغير بالداخل وهل ما زال لديها أي أسلحة ربما أو أشخاص أسماء يمكن لها أن تعتمدها بتونس وتقبل أنا أعتقد أن عندما أتحدث عن سقوط النموذج يعني نموذج الإسلام السياسي في الحكم يعني هذا سيكون محل نقاش كبير في تونس قبل أن نتحدث عن تأثيرات المنظمة الدولية للإخوان المسلمين أكيد أن المنظمة الدولية للإخوان المسلمين هي ستؤثر على الأجنحة التي ربما يعني جناح هذا اليوم الذي جمد نشاطه ولم يخرج وينتظر إعلان الغنوشي عن تخليه تماما لكن لا أعتقد أن الذين سيخلفونه يمكن أن يؤسسوا لتنظيم قوي أعتقد أن حركة النظر ستبقى لمدة لا تقل عن عقد أو اثنين في المعارضة وفي مراجعة مقولاتها وبالتالي ستختفي من منظومة الحكم ربما ستكون في المعارضة البرلمانية التنظيم الدولي للإخوان بطبعه هو يريد أن لا تحصل كارثة للمجموعة المؤمنة بمقولاته في تونس وأعتقد أن هذه المجموعات قد خرجت من التنظيم والقائمة التي خرجت اليوم هناك من كان في اليوم الأول مع الغنوشي وبالتالي هؤلاء شعروا بمرارة كبيرة وأعرف الكثيرين منهم قد لازموا بيوتهم وبالتالي أن المقاربة العجيبة هو كيف لتنظيم مثل حركة النهضة بقي في الحكم مدة عشر سنوات ويخرج بهذه الطريقة إذن المشكل الذي بدأ يتسرب أو الذي بدأ يتأكد لدى الرأي العام أن نموذج طيار الإسلام السياسي ولن يكون النموذج الأصلح للمجتمعات المدنية وهذه هي المرارة الكبيرة التي أحس بها الذين جمدوا نشاطهم هذا اليوم ونحن نعرف أن الغنوشي لم يؤسس مدرسة لم يشكل مجموعة يمكن أن تخلفها وتكون لها قيمة إذن هو يريد أن يتفرد بالرأي فقضى على هذا التنظيم وأيضا جعل الرأي العام ينفر وسيكون نفره لمدة طويلة شكرا لك ضيفنا من تونس الدكتور علي العلاني الباحث في شؤون الأمنية والسياسية بهذا مشاهدنا نصل إلى ختم ساعة الأولى من الأخبار الليلة دقائق قليلة ونفتح ملفات الساعة الثانية أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا اشتركوا في القناة كثفت الأحزاب الشيعية العراقية من اجتماعاتها للرد على شروط زعيم التيار صدري مقتدى الصدر العراق اقترب من مليوني إصابة بفيروس كورونا منذ انتشاره في البلاد ورئيس الوزراء يؤكد خطورة الوضع الصحي واتهم الكاظ من جهات لم يسمها بالسعي لخلق شرخ اجتماعي وإحداث فتنة طائفية قبل أيام مقتل ثمانية أشخاص في قصف تركي لمستشفى في سنجار اليوم الحديث عن مقتل عراقية يبدو أن السلطات التركية دائما ما تستغل الوضع السياسي العراقي هم يقتلون الكرد في العراق وفي التركية وثم يدعون نحن الكرد هل هناك انفتاح حول هذين الشرطين؟ هل تعتقدون أن التأجيل بات أقرب الآن؟ هناك حدود انخفضت وهناك حدود ارتفعت تتهم بغداد بأنها تمول وتدعم حزب العمال الكرد الساني مع أن ما يجي في سنجار مختلف لا أحد يشعر بالقلق أكثر من شعب العراق ست جولات من المفاوضات مع إيران في فيينا خمسة وستون ألف انتهاك ارتكبها الحثيون بحق الطفولة أربعة وثمانين طائرة بدون طيار خمسة عشر صاروخ باليستي ما هي الأجواء الأمنية على الحدود؟ ضغمة السياسية الحاكم التي أوصلت لبنان لا مساعدات مالية ستحول إلا بتنفيذ ووجود حكومة يأخذ تصعيد في العراق منحا خطيرا احتلال مناطق جديدة في شمال شرقي سوريا للتحقيق في قصف استهدف مستشفى ميدانيا في تونس امتدت احتجاجات عنيفة ألمستم لية ثيوبية حقيقية في التوقيع على اتفاق يخص سد النهضة ما هو الوضع الآن وما سنريهات المتوقعة لليوم؟ الجانب الليبي من جهة الشرق لم يتلقى أي معلومة لن يكون هناك حل سياسي مع هذه الجماعة إلا بعد أن يتم تحرير مدينة الحديدة أخبار عاجلة تريد الآن سعودية تعترض مسيرة مفخخة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بوقاء أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك حاضرك مستقبلك قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها النشرة الصباحية كن مستعداً في كل يوم في صوت الأشياء من حولك في كل حركة متناغمة وسكون في الانتظار لانتهاء الألم في كل ثانية تمر هناك أحداث صراعات في كل جزء من العالم فكل لحظة ترسم مشاباً تشكل خبراً تصنع حدثاً ترجمة نانسي قنقر 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 مماطلة إيران في فيينا موضع انتقاد الأصدقاء قبل الأعداء والعمل العسكري ضمن أدوات إسرائيل الأسماء المثيرة للجدل تعود إلى السباق الرئاسي والبرلمان يبحث غدا لعملية الانتخابية على أنقاض سوريا تزدهر إمبراطورية مخدرات يديرها شقيق الأسد وميليشي حزب الله صراع النفوذ بين واشنطن وبكين ينصل أفريقيا الصين تعتزم إقامة قاعدة عسكرية دائمة في غينيا أهلا بكم مشاهدين في الساعة الثانية من الأخبار الليلة التي نبدأها من هذه الأخبار العجلة الوردة من تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي أعلن البدء بتنفيذ عملية واسعة ضد ميليشيا الحوثي استجابة للتهديد الذي تقوم به هذه الميليشيا وأكد تحالف أنه سيضرب بيدا من حديد لحماية المدنيين في إطار القانون الدولي الإنساني ومشددا كذلك على أن عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية تأتي هذه التصريحات بعد أنباء تحدثت وأعلن عنها التحالف بأن الدفاع الجوي السعودي قد دمر صاروخا باليستيا باتجاه الرياض العاصمة السعودية هذا أيضا يضاف إلى استهداف مناطق مدنية في مقرب الأمس بست صواريخ باليستية من جانب الميليشيات نبقى دائما على متابعة لهذه التطورات هذه الصور التي نعرضها الآن هي التي تم نشرها كصور أولية لاعتراض صاروخ باليستيا أطلق باتجاه الرياض بحسب تحالف دعم الشرعية في اليمن ونتبع من تطورات ليبيا اللافتة في هذه الأيام حيث أبطلت محكمة السئن في طرابلس حكم محكمة الزاوية باستبعاد خليفة حفتر من السباق الرئاسي وبهذا عاد الرجل القوي شرقا إلى السباق الرئاسي بعد أن سبقته الأسماء الجدلية الأخرى من سيف الإسلام القذافي وعبد الحميدة بيبة بانتظار إعلان مفوضية الانتخابات عن قائمة المرشحين النهائية وكان العديد من المراقبين قد أبدوا خشيتهم من أن تهدد المعارك القضائية إذا استمرت بين المعسكرات والشخصيات المتنافسة أن تهدد الانتخابات المقررة هذا الشهر إلى ذلك دعت رئاسة مجلس النواب الليبي لجلسة رسمية غدا ثلاثاء لمناقشة آخر تطورات العملية الانتخابية تطور جديد حمله الملف الليبي مع الإعلان عن عودة ستيفاني ويليامز للمشهد من جديد كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الطعون التي قدمت أمام المحاكم الليبية ضد بعض مرشحي الرئاسة غير مفهومة حتى الآن وإن كانت القرارة الصادرة سياسية أم قانونية ولكن لفهم الطعون نانسي قنقر في الدائرة التي يتبع لها المرشح للعلم فإن المفوضية حددت ثلاث دوائر للطعن في ليبيا وهي بنغازي طرابلوس سبها مثلاً لا يجوز الطعن في ترشح حبد الحميد الدبيبية في بنغازي لأنه يتبع لدائرة طرابلوس أما الطعن الثاني فهو في إجراءات مفوضية ويقدم ضد الإجراءات التنفيذية والقرارات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات ويجوز هنا الطعن في أي من الدوائر الثلاث يعني لو طعنت دبيبية مثلاً في قرار المفوضية لقبول ترشح حفتر فيجوز ذلك في طرابلوس لأن الطعن ليس ضد المرشح وإنما ضد المفوضية التي قبلت بترشيحه وهنا مشاهدين يجب أن نشير لأن الحكم الذي صادر من قبل محكمة الزاوية ضد حفتر سقط كونه صادر من محكمة ليست في أي دائرة من الدوائر الرئيسية الثلاث التي حددتها المفوضية والقضاء المرحلة التي تلي تقديم الطعون هي مرحلة الحكم وتكون من قبل المحكمة الابتدائية كما تعرف بمحكمة الدرجة الأولى فتقوم بإصدار الحكم المبدئي على المرشح سواء بالقبول أو الاستبعاد مثل ما حصل مع الدبيب عندما طعن به في طرابلوس واستبعدته المحكمة إذن المتضرر من الحكم بإمكانه اللجوء لمحكمة الاستئناف التي لها صلاحية تأييد الحكم أو إسقاطه وحكمها نهائي وملزم للمفوضية ولا يستنف عليه لأن المجلس الأعلى للقضاء منحها قوة الحكم النهائي البت بعد انتهاء مدة الطعون وإعلان القائمة النهائية للمرشحين تنتهي هنا القصة ولا تقبل الطعون بعد ذلك حتى أمام المحكمة العليا الاستقرار في البلاد، الأمن والأمان، أن سعر الدولار يولي زي قبل، المعيشة تتحسن، نحاول أن الدعم للشباب أكتر، نعيشوا حياة من الحرب والنفسية تستريح كويس، حتى لما نطلعوا نحسوا أننا فيه أمان إن شاء الله يكون الوضع يتحسن أفضل أفضل من كان فيه قبل الحكومات السابقة تبقى تحول تغير من مصير الشعب هذا والشعب عانع خلال عشر سنين هذه في كل القطاع، قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع في الأمن والوضع الأمني أكتر شيء، يعني إن شاء الله تمشي للمرش كويس يتحسن الوضع وتكون الدولة تسيطر عليها رئيس واحد، يعني وتكون سلطة واحدة هذه المواضيع والمشهد الليبي ككل نناقشه مع ضيوفنا من القاهرة الباحث السياسي والاستراتيجي الليبي محمد الأسمر من طرابلس الليبية المتحدة السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية سنوسي اسماعيل ومن القاهرة أيضا الدكتور محمد الزبيدي أستاذ القانون الدولي مساء الخير لكم جميعا أهلا بكم في الأخبار الليلة على شاشة الحدث دائما سأبدأ بالسؤال ربما سيكون مشترك حتى ربما كل الأسئلة هي مشتركة لكم ضيوف الكرام ولكن في التطور حصل قبل أقل من ساعة من الآن يبدو أنه لافت كذلك من ناحية الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز تعود إلى المشهد يعني بعد انسحاب يان كوبيتش منه هذا الموضوع كيف يمكن قراءته والرسالة الدولية وربما أي اتفاق دولي أو أي دعم لعملية انتخابية يمكن أن تقرأ الآن سأبدأ مع حضرتك دكتور محمد الزبيدي ضيفي من القاهرة مساء الخير ستيارة تحياتي لك ولي ضيوفك الكرام وليتباق من القناة عودة ستيفاني ويليامز جاءت في وقتها لأن ستيفاني ويليامز أولا اكتسبت خبر كبيرة فيما يتعلق بالحالة الليبية عرفت نقاط الضعف ونقاط القوة فرضت شخصيتها على المتحولين الليبيين على اللجنة الخمسة السبعين وعلى كل الأجهزة الموجودة في الدولة الليبية كيفما كان مركز هذه الأجهزة بالإضافة إلى قادة الميليشيات والمتصدرين للمشهد السياسي استيفاني دائما تعود الليبيين وتعود المجتمع الدولي أنها تحمل في يد العصى وفي يد الأخرى الجزرة ما بين الترغيب والترهيب وهي التي وضعت خارطة الطريق التي تجرى بناء عليها الخابات الحالية الاتفاق اللجنة الخمسة السبعين هي التي وضعته واتفاق الصخيرات كان لها دور فيه إدارة الأزمة في ليبيا وتدوير الجميع الوجوه التي طفت على المشهد خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى أنها جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية والجميع يحسب لها ألف حساب لأنها أمريكية الجنسية ولذلك هي قادرة على أن تجيش الأساس الأمريكان وحتى القوة الخشن الأمريكية بالإضافة للقوة الناعمة لديها من القدرات ما عجز عنه كوبيتش وغسان سلامة قبله سيد سينوسي هل حضرتك توافق أيضا أنه بيد سيفاني ويليامز أدوات لم تكن بيد كوبيتش مثلا؟ تحية لك الأرواة لضيوفك الكرام ولكل السادة المشاهدين الكرام في كل مكان بكل تأكيد السيدة سيفاني ويليامز أولا هي تملك قدرات جيدة جدا من حيث فهمها للواقع الليبي من حيث تمكنها من اللغة العربية وأيضا يعني كونها أيضا اختيرت من قبل السيد غسان سلامة وأنا أشكرهم على هذا الاختيار الموفق باعتبار أن السيد غسان في ذلك الوقت كان يتعرض لضغوط كبيرة جدا وكان يعلم سيد غسان بأنه عندما تكون هناك سيدة أمريكية بهذه الإمكانيات الجيدة جدا من حيث أنها يعني إمكانياتها السياسية والإدارية وإلى آخره وقدرتها على إحكام أي عملية سياسية يطلب من الأم المتحدة أن تشرف عليها فبالفعل هي كانت في المستوى ونجحت في أن تجمع الليبيين في ملتقى الحوار السياسي وأن تصلهم إلى نقطة لم يكن هناك ربما الكثير يعتقد أنها يمكن أن تتحقق في ليبيا عبر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي الآن بصدد احترام الموعد الانتخابي 24 ديسمبر لكي تنهي هذه الحكومة مهمتها مجيئة سيدة ستيفاني ربما سيزعج بعض المرشحين بكل تأكيد لأن هناك التزامات دولية لدى بعض المرشحين أمام سيدة ستيفاني تحديدا وأعتقد أنها في هذه الحالة هناك من يفرح بها وهناك من ينزعج أي مرشحين سيد سينوسي سينزعجون؟ الذين وقعوا على تعهد بعدم خوض الانتخابات في حالة توليهم السلطة في ليبيا السيد عبد الحميد بيبة يعني؟ نعم بكل تأكيد سيد محمد الأصمير ضيفنا أيضا من القاهرة نسألك نفس السؤال هل وجود ستيفاني ويليامز والتشديد من ضيفينا كذلك على الجنسية الأمريكية يعكس تفاهمات دولية معينة حيال الانتخابات لم تكن موجودة بوقت سابق؟ أهلا وسهلا مرحبا أحيكم الله التحية للجميع ستيفاني الأمريكية الجنسية والتي يقولون عنها تجد اللغة العربية ربما لديها إمكانيات ولديها طريقة وألية ولكن إلى حد الآن القرار هي مستشارة للأمير العام فيما يتعلق بملف ليبيا ونعلم أن مساعده هو منصق البعتة في ليبيا هذا يضفي همية طبعا للملف الليبي لدول المتحدة ولكن ستيفاني التي نجحت في إقامة اتفاق الحوار السياسي بملطقة 75 نحن نسنا بحاجة الآن لاتفاقات أخرى ناجحة حتى اتفاق 75 وعلى رأسه ستيفاني القوية ذات العصة الأمريكية عندما تم رصد قضية الرشا والمال السياسي الفاسد وأحلتها إلى نجل العقوبات بمجلس الأمن في نوفمبر ظل أعضاء 75 المرتشون والرشونة بقوا في السلطة نحن دائما نهتم بالنتائج ليبيا لتطلب من الأم المتحدة مزيد من القارات إلى حد الآن حزب من القارات أخر القارين 25 وعشر سبعين وخمسة وعشر وعشر سبعين الصادرين في 16 من أبريل بهما كل المعقوبات الزاجرة والرادعة والناهر الذين يعرقون العملية السياسية ولم يتم تنفيذها في الوقت الحاسم خاصة بعد ما تم قار ذلك في مخرجات مؤتمر باريس عموما على كل حال نحن الآن لسنا في أنماط الأشخاص ليبيا كانوا فيها سبع مبعوثين تابنهم كوبيتش والآن الوبع معلق وسبق للملف الليبي أن تم تداوله بعد أن استقال غسان سلامة في الثاني من مارس من العام 2020 وتم تدبيره كما التفق ولكن الأنظار الآن تتجه إلى نية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن ينفذ القارات التي آل بها على نفسه التي لو نفذها لما كنا بحاجة إلى مزيد من التفاهمات والتوافقات الورقية فقط دكتور محمد زبيدي إذا ما أردنا أن نتحدث عن ما وصف بانتهاء حرب الطعون اليوم هل يمكن اعتبار أن ما حكي قبل البت بهذه الطعون أن الثلاثة أساسية الدكتور سيف إسلام قذافي المشير خليفة حفتر وكذلك أيضا رئيس الحكومة عبد الحميد بيبة كانت ستأتي معا وإما تكون كلها مشتركة إما تكون كلها خارج السباق الرئاسي هل هذا ما نفهمه من فشل كل الطعون بهذه المرحلة هو موسم البراءة للجميع بالنسبة للهياة القضائية كل الذين تم الطعام فيهم كلهم نالوا البراءة ولذلك لم يتم إسقاط أي أحد من الذين تقدموا للترشح وحطموا الرقم القياسي في عدد المترشحين دولة عدد سكانة 7 مليون متقدم للرئاسة 98 شخص هذا لم يحدث في أي دولة من دور العالم الهيات القضائية طبعا هو فيه مشكلة في القانون نفسه قانون الذي صدر عن مجلس النواب قانون رقم واحد المتعلق بانتخاب الرئيس مجلس النواب كان الأجدر به أن يصدر اللايحة التنفيذية لهذا القانون دون أن يترك للمجلس الأعلى للقضاء وفقا للمادة 54 من القانون ترك جزء مهم جدا فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية لمجلس القضاء ومجلس القضاء أصدر القرار المتعلق بتقسيم الدواير وماكن الطعون وما إلى ذلك القضاء في ليبيا رقم واحد قضاء القاضي ليس حر في اختيار عقيدته ومن أبجديات القانون حتى في سنة أولى حقوق لا يطالب من طلبة الحقوق حرية القاضي في اختيار عقيدته القاضي لا يمكن عندما يتعرض لأي شكل من إشكال الإكراه المادي أو المعنوي أو يصاب بعيب من عيوب الإرادة أو أنه لن يحكم بالعادة نتيجة للأهواء الداتية أو ارتباط بشخص أو إلى آخره يتنحى عن الأمر القضاءات في أوضاع لا يحسدون عليها ميليشيات من جانب والتخويف والتهاريجي من جانب لم يستثم أحد هذا أيضا يحسب هذا أفضل هذا أفضل لهم طالما أن المفوضية قبلت ملفات هؤلاء جميعا فهم الأفضل لهم أنهم يقبلوا هذه الملفات ويخرجوا من الباب الواسع من كان يجب يستثم القضاء برأيك دكتور محمد الدبي بمخالفات صريحة جدا مخالفات صريحة واضحة الرجل المادة 12 منطبق عليه انطباق كامل الرجل تعهد أمام المجتمع الدولي وبشهادة شهود بأنه لن يترشح للانتخابات القادمة وكل أعضاء لجهة الـ 75 قدموا هذه التعهدات بالإضافة إلى أنه استمر في ممارسة عمله ولم يستقيل من رئاسة الحكومة قبل ثلاثة أشهر يعني هذا الخرق بين وواضح وجليل لا يحتاج إلى عيون زرقاء اليمام لكي تكتشف هذه الخروقات الواضحة ومع ذلك تم تمرير ولهذا نقطة تسجل ضد القضاء الإيبي مع الالتماس العذر لهم إلى سيد محمد الأسمر ما بعرف إذا ضيفنا من طرابلس أستاذ السينوسي يسمعنا لا يبدو أنه بعد تم إصلاح المشكلة معه سنعود له فور إصلاحها أستاذ محمد الأسمر أيضا بنفس النقطة هل عادت الأسماء الثلاثة الأساسية بتسوية معينة ويمكن أن تربط بكل المشهد ما قبله حتى يكون في انتخابات أو لا؟ لا فلنذهب بشكل مباشر إلى الأبجديات الواقعية التي كانت في الشارع الليبي ومعطيات أخرى في الجانب القانوني وإمكانيات الضغط بها على هؤلاء فنبأ نحن تراتبيا الأخ سيف الإسلام عمر القدافي منذ تقدمه للترشح كانت الأصوات تنادي بعدم ذلك نتيجة لمطالبة محكمة الجينات الدولية به ونتيجة لأحكام السابقة وبالتالي تركزت الانظار على هذا الجانب حتى الطعن الذي قدم به كان بهذه الفحوة وكان مستعدا لم يتقدم إلا بعد أن كان مطلعا بشكل دقيق هو فريقه السياسي والقانوني على ذلك وهذا دفعا واقعيا ونتائج الطعن كانت متوقعة ونتائج رفض الطعن وعوداته متوقعة أيضا وكان متوقع الطعن لم نكن متوقع طبعا من المفوضية أن تقوم بذلك فيما يتعلق بالمشير خليفة حفتر كان متوقع جدا هناك مظاهرات كانت في أكتوبر في طرابلس في مطار طرابلس العالمي ضد ترشح خليفة حفتر وسيف الإسلام عمر القدافي وبالتالي أيضا توجه نحو المشير خليفة حفتر بهذه الإجراءات آخره كان طبعا هذا الطعن الذي تم في محكمة الزاوية وهو غير سوي وتم رفضه الجدل هو كله القائم عندما نتحدث عن توافقات إذا ما كانت هناك توافقات فهي كانت في جينيف في فبراير لأن السكوت الدولي أولا على تقدم الدبيبة وعدم التزامه بتعهده واختراقه للقانون بدون تدخل دولي مع ملاحظة أن الاتفاق هو الذي يرعى كافة هذه المسيرة وأقصد دون التفاق السياسي الذي وقع مع اللجنة السياسية في جينيف شكرا لك ضيفنا من القاهرة الباحث السياسي والاستراتيجي ليبي محمد الأسمر أشكر كذلك ضيفنا من ترابلوس للأسف شديد لم يصلح الاتصال معه المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة ليبيا سينوسي اسماعيل والشكر موصولي ضيفنا من القاهرة الدكتور محمد زبيدي أساذ القانون الدولي نعود إلى الأخبار العجلة التي نقلناها عن اليمن وعن السعودية أيضا حيث أعلن تحالف دعم الشرعية أن الدفاع الجوي السعودي دمر صاروخا بلسيا أطلق باتجاه الرياض كما أعلن التحالف البدأ بتنفيذ عملية واسعة ضد ميليشيا الحوثي استجابة للتهديد للتهديد التحالف أضاف أنه سيضرب بيدا من حديد لحماية المدنيين في إطار القانون الدولي الإنساني موضحا أن عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية هذا ونشر التحالف مشاهد لضربة استهدفت عناصر ميليشيا الحوثي ترجمة نانسي قنقر ومن القاهرة معنا حول هذه التطورات المحلل العسكري والاستراتيجية اليمنية العقيد يحيى أبو حاتم سيادة العقيد مساء الخير أهلا بك معنا في الأخبار ليلة على شاشة الحدث التحالف يتحدث عن عملية أمنية واسعة ضد ميليشيا الحوثي استجابة للتهديد هل من تفاصيل إضافية حول هذه العملية؟ حقيقة حقيقة التحالف أكثر من مرة نوه وحذر الميليشيا الحوثية ومن يجب رعب أن اجتهداف المدنيين داخل المملكة العربية السعودية خط أحمر وأنه لن يتهاون مع أي استهداف أو محاولة الاستهداف حياة المدنيين أو تعريضهم للخطر لكن يبدو أن الميليشيا الحوثية لم تقرأ تلك الرسائل جيدة ولم تعي أن تلك التهديدات التي أطلقها التحالف العربي ستتحول إلى أفعال على الأرض إلا يعني واستمر في غيه ولذلك اليوم هذا التهديد الذي سمعنا بالعمس اليوم يتحول إلى أمر واقع التحالف العربي يطلق عملية واسعة في اعتقادي ستكون هناك ضربات موجعة تطال بشكل مباشر قيادات جماعة الحوثية الإرهابية وهم مطلوبين للتحالف العربي في اعتقادي الضربات ستطال أيضا مراكز قوى تابعة للميليشيات الحوثية ستكون أكثر إلى من أكثر حدة أيضا ستتوسع ضربات طائرات التحالف العربي في أكثر من منطقة خاضعة للاحتلال الميليشيات الحوثية اليوم نتكلم على عملية واسعة وشاملة كانت قبل أيام قد انطلقت أيضا العمليات العسكرية الجوية بشكل محدود في استهداف الميليشيات الحوثية داخل المناطق التي تخضى لسيطرتها من ضمنها في العاصمة الصنعاء وكانت مؤلمة وموجعة للميليشيات الحوثية اليوم نتكلم على توسيع أكبر ونطاق أكبر في اعتقادي أن الميليشيات الحوثية فتحت على نفسها أبواب جهنم التحالف العربي كما قلت ضبط النفس كثيرا ويعني حاول أن يرسل أكثر مدسالة للميليشيات الحوثية بأن المدني سواء في اليمن أو في المملكة العربية السعودية خط أحمر لكنها لم تقرأ كما قلت هذه الرسائل اليوم سنسمع عن استهدافات مباشرة لجيادات الميليشيات الحوثية وأنا في اعتقادي أن هذه العملية لا تتوقف إلا بعد أن تؤتي أكلها وهو القضاء على هذه الدماءة الإرهابية سيادة العقيد أيضا في أخبار عجلة جديدة ينشرها التحالف ويفيد بأن الدفاع الجوي السعودي دمر صاروخين باليستيين أطلق باتجاه الرياض كانت إذن المعلومات تتحدث عن صاروخ واحد قبل قليل تم اعتراضه بسماء الرياض على ما يبدأ بسماء سعودية الآن المعلومات من جانب التحالف تتحدث عن صاروخين باليستيين ما هو نوع التصعيد الذي تريده الميليشيات بهذه الحالة أي رسالة هنا من هذه الصواريخ برأيكم أختي العزيزة الميليشيات الحوودية ليست إلا أداها رخيصة تدال من قبل إيران وهي تعلم أن مجازفتها بهذه الاستهدافات تتكون عواجبها وخيمة على رأسها وعلى قدراتها لكنها تنفذ ما يملأ عليها من حسن إدلو وهو لا يكترث لمصير هذه الجماعة ولا لمصير قيادتها بقدر ما يريد أن ينفذ أجندات إيران وقياداته في المنطقة وفي استهداف المملكة العربية السعودية والمدنيين بشكل مباشر ولذلك ترسل هذه الصواريخ الإيرانية الصنع عن طريق المناطق التي تحتلها المليفية الحوودية باتجاه المدنيين داخل مملكة العربية السعودية رغم أنهم يعلمون علم اليقين أنها ستدمر وكما دمرت المئات من هذه الصواريخ التي اثبت من جبل الحرس التوري الإيراني وجماعة الحوودية باتجاه المدنيين وأيضاً المئات بالطائرات المسيرة لكنها تحاول أن تحدث أي اختراق أو أن تصل هذه الصواريخ إلى أهدافها المدنية وكما قلت كلما أثرت هذه المليفيات وأثرت من يقف من وراءها في استهداف المدنيين كلما أزادت الضربات الموجعة والمؤلمة للمليفيات الحوودية هذه المرة ما في اعتقادي أنها القاصمة وأنها النهاية لأنه كما قلت هناك تحذيرات أطلقها التحالف العربي أكثر من مرة ويعني ضبطها من نفسها أكثر من مرة لكنها لم تقرأ هذه المليفيات تلك التهديدات جيداً اليوم عليها أن تتلقى الضربات وأن تتحمل نتيجة أخطاءها التي ارتكبتها بحق اليمنيين داخل اليمن أو في المملكة العربية السعودية طيب يعني بمحاولة لإجمال التطورات على ما يبدو صاروخ برسي واحد تم تدميره وكان أطلق باتجاه الرياض بحسب التحالف هذا إلى جانب إعلان تحالف عن عملية أمنية جديدة لمواجهة هذا التهديد عبر أهداف مشروعة وتخضع أو تندرج ضمن إطار القانون الدولي الإنساني وعلى كل سيادة العقيد قبل أيام كان حكي عن بنك أهداف كذلك جديد من جانب التحالف كان في استهداف مثلا لإحدى المناطق بصنعاء كشفت وجود مخازن تحت الأرض للميليشيات وأيضا من هذه المخازن يمكن أن يكون هناك سلات وصل مع مثلا جبل النهدين وقتها بجانب صنعاء هذا بنك الأهداف الجديد أيضا على ما يقوم أخت العزيزة بنك الأهداف كبير جدا أبعد من ذلك أخت العزيزة لدى التحالف الكثير من الأهداف التي يعني العسكرية لكنه يحجم عن استهداف هذه الأهداف نظرا لتواجدها داخل الحياة السكنية أو أن الميليشيات تعمدت أن تجعل هذه المخازن في مناطق سكنية لكي تجعل المدنيين دروعا بشرية وكما قلت اليوم سيطلق أنا متأكد أن التحالف العربي سيطلق نداء لكل المدنيين القاضعين سيطرة الميليشيات الحودية لابتعاد عن كل المناطق المشبوعة بتواجد الميليشيات الحودية ستتوسع العمليات كما قلت وستشمل بشكل مباشر قيادات الميليشيات الحودية أيضا لن تتوقف هذه العمليات الجوية ستكون شاملة ونعني شاملة كل مراكز القيادة والسيطرة كل المعسكرات التي يعتقد أن الميليشيات الحودية تتواجد بها كل المخازن كل المعلومات الاستخباراتية أيضا القيادة الحودية ستكون الهدف الأكبر والمباشر لذلك فهي عملية واسعة وشاملة ستوجع هذه الميليشيات بشكل كبير جدا وسنسمع طفاها خلال ساعات إذا ما جازل التعبير أو من هذه اللحظة التي أتكلم معك فيها شكرا جزيلا لك الضيفنا من القاهرة المحل العسكري والاستراتيجي اليمني العقيد يحيى أبو حاتم إلى السودان الآن حيث أطلقت شرطة السودانية الغازة المسيل للدموع على متظاهرين قرب القصر الجمهوري في وسط العاصم الخرطوم فيما طالب المحتجون بإرساء حكم مدني كامل بعيدا عن مشاركة العسكريين معربين عن رفضهم للاتفاق السياسي رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك وجه عضو لجنة القانونية للحرية والتغيير نبيل أديب بوضع إعلان سياسي جديد يهدف الإعلان بحسب صحيفة العرب لتنظيم العلاقة بين حمدوك والقوات السياسية والحركات المسلحة وإضافة بنود جديدة لم تذكر في الاتفاق الإطاري بما يساعده على بدء خطوات فعلية لتشكيل الحكومة ديسمبر 2021 شهر على الستين ومشاهدين نذهب الآن إلى صور قبل أن نذهب إلى الصور دعونا نذهب إلى الحوار الذي نفتحه بشأن الملف السوداني مع ضيفين من الخرطوم خالد الأعسر الكاتب الصحفي وكذلك أيضا نور الدين صلاح الدين عضو المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في الحرية والتغيير مساء الخير لكم أهلا بكم في الأخبار ليلة على شاشة الحدث أستاذ خالد سأبدأ مع حضرتك من ما صرحتم به على صفحتكم بفيسبوك عن لقاء رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وتحدث عن أن هناك عمل على المرحلة القادمة ما هي أجواء رئيس الحكومة في ظل ما أشيع من جانب أحد أعضاء المجلس السيادي عن أن الحكومة خلال أسبوعين تحية لك ولضيفك الكريم وليكل الشهداء الواقع أن اللغاء الذي تم بالأمس مع سيد رئيس الوزراء كان في سياق علاقات سودانية بالتأكيد ولكن تأكد لي أن رئيس الوزراء يقدم على خطوات ثابتة في طريق تحقيق الانتقال المدني ويعكف على الإعداد لمشروع تيهيز الدولة في فترة انتقالية لعمل دمغراطي وصولا للانتخابات والذي لمست من خلال هذا اللقاء أن رئيسة الوزراء تعمل بكفاءة تامة لتحقيق تطلعات وأمال الشعب السوداني الكافة من خلال انتقال مدني دمغراطي في شراكة مؤسسة على مبدأ تقديم الخدمات المطلوبة حقنا للدماء وحفظا على الأرواح الشهداء وحفظا على الأرواح الشباب المتظاهرين وكل المطالبين بضرورة تحقيق الدولة المدنية هل نقشت معه موضوع الإعلان السياسي الجديد الذي يحكي عنه أسف خالد الواقع لم نناغش معه موضوع الإعلان السياسي باعتبار أن الاتفاق السياسي الذي يوقع في قائل غصر الجمهوري في 21 نوفمبر هو حمل ضمن البنود الإعداد لإعلان سياسي وكان أحد البنود المعلومة وهو رئيس الوزراء صرح بأنه أوكل مهام لعدد من المحامين والمستشارين لإعداد مشروع الإعلان السياسي وتعديل وبعض ما جاء في الاتفاق السياسي بحيث أن يشمل هذا الإعلان السياسي كل الغوة المدنية والحزبية مع عدد الحزب المطمر الوطني المعزول هذا بالتأكيد ضمن البنود المدرجة في الـ 12 نقطة التي وردت في الاتفاق السياسي سيد نور الدين المشهد بالشارع اليوم مختلف عن التطورات السياسية إلى أي مدى يمكن وصفه بأنه ما زال هو نفسه كما كان بالأيام السابقة وإلى أي مدى يمكن القول أنه من يدعو اليوم هذا الشارع للخروج بات لجن المقاومة وليس قوى الحرية والتغيير بالمجلس المركزي ما شاهدناه اليوم في الخرطوم وفي عدد كبير جدا من المدن السودانية يقول أن الانقلاب الذي حدث في الـ 25 من أكتوبر قد سقط فعليا وأن ما ستكشف عنه الأيام القادمة هو تفاصيل سقوط هذا الانقلاب الشعب السوداني يقول كلمته بقوة سواء كانت لجان مقاومة أحزاب سياسية قوة ثورية ونعتقد نحن الآن سيان بالنسبة لدينا أي كانت الجهة التي تصدر الدعوة الخلافات السابقة ما بين القوة السياسية ما بين القوة السياسية واللجان المقاومة هي الآن تضاءلت لدرجة التلاشي الجميع متوحدون خلف هدف محدد هذه السلطة الانقلابية يجب أن يكون مصيرها الزواد يجب العودة إلى مسار الحياة المدنية مرة أخرى في السودان وسيد خالد أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معي نحن سنذهب إلى التطورات أخرى ومن ثم نعود إلى الملف السوداني ننقل لكم مشاهدين أصور الأولى لوصول ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان في إطار الجولة التي يقوم بها حيث مصقط هي المحطة الأولى في زيارات رسمية يقوم بها ولي العهد السعودي لدول مجلس التعاون الخليجي يلتقي خلالها قادة عمان الإمارات قطر والبحرين والكويت وذلك طبعا لبحث العلاقات الثنائية مع كل دولة وسبل تعزيزها في المجالات كافة إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك زيارة الأمير محمد بن سلمان لمسقط تأتي انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين التي تربط سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وتأتي أيضا تعزيزا لأواصر المودة والمحبة والقربة التي تجمع شعبي البلدين واستكمالا طبعا لما أسفر عنه اللقاء بين السلطان هيثم بن طارق وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في شهر يوليو من هذا العام أي عام 2021 سيلتقي الأمير محمد بن سلمان في هذه الزيارة السلطان هيثم بن طارق حيث سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة تشمل الاستثمارات في مشروع إقامة منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم والتعاون بمجال الطاقة هذا وتجمع البلدين رؤيتان طموحتان تهدفان إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وبناء اقتصاد متين على المدى الطويل وهي رؤية السعودية 2030 ورؤية عمان 2040 وفي صعيد العلاقات التجارية والاستثمارية شهدت في الفترة الأخيرة نموا ملحوظا إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2020 حاجز العشرة مليارات ريال سعودي فيما جاء تأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني في يوليو الماضي بهدف تحقيق تطلعات البلدين ورفع العلاقات إلى مستوى أعلى من التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية والبشرية طبعا من المفترض كذلك أو من المتوقع أن تشهد هذه الزيارة افتتاح الطريق البري الرابط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وهو الطريق الذي سيختصر المسافة بين البلدين بنحو 800 كيلومتر إلى جانب كذلك 13 مذكرة تفاهم توقع بين شركات سعودية وعمانية ونعود إلى الملف السوداني أعود أرحب بضيفي من الخرطوم خالد العسر الكاتب الصحفي وكذلك أيضا نور الدين صلاح الدين عضو المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في الحرية والتغيير شكرا لكما كذلك من جديد على وجودكما معنا أستاذ خالد إذا ما أردنا أن نعود إلى التطورات التي قلت عنها حضرتك أنه بضمن الاتفاق السياسي كان في حديث عن إعلان سياسي مرتقاب ولكن ما زالت الأسئلة تطرح بشكل كبير حول الاتفاق السياسي الذي حصل بين حمدوك والبرهان وما يعرف بأنه بنوده ما زالت غير واضحة بالنسبة للناس أو غير دقيقة إذا صح الوصف متى يمكن توضيح هذا الموضوع بشكل حاسم بالنسبة للسودانيين؟ الواقع أن هناك إرادة سياسية كبيرة من خلال الاتفاق السياسي الذي يوقع في الخرطوم هو شمل مجموعة من البنود بلغت 12 نقطة كانت بداية هي التوقيع ثم الانطلاق لتشكيل المجلس السيادي ومن ثم تحديد شخصية رئيس الوزراء الذي ستوكل بمجيب ذلك مهام يؤديها تباعا من بينها تحديد الحكومة الانتقالية ذات الكفاءات المستقلة ثم وصولا إلى المحكمة الدستورية وما إلى ذلك من إجراءات وتكملة المؤسسات الانتقال السلمي المدني وتشكيل البرلمان هي مجموعة من الأشياء ستأتي تباعا حسب ما هو متاح في هذا الإعلان السياسي الاتفاق السياسي ولكن بكل تأكيد الذي يحدث الآن هو تطور نوعي في عملية سياسية حتى لقاء عبدالله حمدوك أنا لم ألتغيه مرة واحدة ألتغيته مرتان الأولى والثانية كان يؤكد فيها بصورة واضحة أنه رجل جاد ولم يتآمر على السلطة وأن أعلم من صدق حديثه أن هناك عمل كبير يتم من خلف الكواليس وفعل العهود التي قطع الرجل على نفسه نحن لا نداهن ولا نجامل ولا ننقى في أي مصالح بخلاف أن ننقى بالدم السوداني ولكي تخرج الأمة السودانية إلى مرافل أمان بالتأكيد الاتفاق السياسي هو الإجراء الصحيح لتوفيق أوضاع السودان علما بأن هناك مجموعة من المهددات قد لا يراها كثيرون في الخرطوم نحن نعلمها جيدا أن الخرطوم محاصرة بقوة عسكرية بكتائب مسلحة لن تقبل بالعودة إلى المربع الذي كان قبل 24 أكتوبر 25 أكتوبر هذه خضايا لا يعلم الناس وبالتالي الاتفاق السياسي يضمن النأي بالدم السوداني نعم مثلا أنه بقي دقيقة لهذا الحوار سيد نور الدين صلاح الدين من من القوى المدنية بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الآن يلتقي سيد حمدوب لا أحد يلتقي برئيس وزراء السلطة الانقلابية هناك قطيعة في بعض الأطراف كانت موجودة بالإتفاق وكانت موافقة نحن نتحدث عن الحرية والتغيير التي يعرفها الشعب السوداني نعم هناك ربما تكون هناك بعض العناصر الرخوة التي اختارت أن تنحازل السلطة الانقلابية لكن الجسم الذي تعبر عنه الحرية والتغيير لا تواصل لها مع رئيس وزراء السلطة الانقلابية نحن الآن لدينا موقف واضح من رئيس الوزراء هو اختار أن يشرع ويحلل عملية الانقلاب التي حدثت في الخامس وعشرين من أكتوبر الموقف السياسي والوجه السياسي لقوى الحرية والتغيير واضحة علينا واجب علينا أن نقوم به مع الشعب السوداني إسقاط هذه السلطة الانقلابية وابتدار عملية العودة إلى الحياة المدنية والاستعداد لمرحلة الدولة الدموقراطية وهذا لا يمكن أن يتم في ظل هذه السلطة غير الشرعية التي لا نتربها شكرا لك ضيفنا من الخرطوم نور الدين صلاح الدين عضو المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في الحرية والتغيير وكذلك أشكر ضيفنا من الخرطوم أيضا خالد العسر الكاتب الصحفي أيضا ملف أفريقي ولكن يتعلق بالولايات المتحدة والصين فيبدو أن الحرب الباردة بين واشنطن وبيكين في طريقها لتصعيد جديد مع مزاحمة الصين للوجود العسكري الأمريكي في المحيط الأطلسي تحديدا في غينيا الاستوائية تخطو الصين خطوة عسكرية فهي تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية هناك بحسب ما نقلت صحيفة وول سري جورنل عن مسؤولين أمريكيين المسؤولون كشفوا للصحيفة بعضا من نتائج تقارير الاستخبارية سرية التي أشارت إلى احتمالية قدرة السفن الحربية الصينية على إعادة التسليح في مواجهة الساحل الشرقي للولايات المتحدة النوايا العسكرية للصين في غينيا التقطت لاستخبارات الأمريكية مؤشراتها منذ 2019 وبناء عليه سعت إدارة بايدن لإرسال رسائل واضحة للدول الأفريقية بعدم إقحم نفسها بالمنافسة بين واشنطن وبكين لكن الأمريكيين لا يرغبون من غينيا التخلي عن كامل العلاقات مع الصين ولا يمنعون علاقات أو نشاطا صينيا شريطة عدم إثارة مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي وفي الوقت نفسه تتخذ واشنطن خطوات لتوطيد العلاقات مع غينيا وهي التي عرضت المساعدة بعد سلسلة الانفجارات التي دمرت قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة باتا الساحلية قبل أشهر من الآن ولا يقتصر التوتر الأمريكي الصيني على غينيا فقط فهو حاضر بملفة أخرى مثل تايوان واختبار الصين بصاروخ يفوق سرعة الصوت وأصول جائحة كوفيد-19 وقضايا متعلقة بمسائل حقوق الإنسان على قصة المترجم للقناة المترجم للقناة هذا التطور إذن وكل ما يرتبط به من تطورات متعلقة بالعلاقات الصينية الأمريكية نناقشها مع ضيفنا من واشنطن عنتني كوردزمن الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية سيد عنتني مساء الخير أهلا بك معنا على شاشة الحدث هذه الليلة يعني إذا ما بدأنا بما تحاول الصين أن تقوم به في غينيا الاستوائية إلى أي مدى فعلا هي محاولة أو رسالة إلى الولايات المتحدة أو من تصفه الولايات المتحدة تهديد لأمنها القومي من ناحية المحيط الأطلسي أعتقد أن المسألة فيها إرباكنا بعض الشيء إن المشكلات ليست هي أن الصين تحاول أن يكون لديها قاعدة بل هم يحاولون أن يكون لديهم قاعدة قوية في تنزانيا وقينيا وهي دولة صغيرة وفيها توترات مختلفة وهناك مؤشرات على أن الصين تسعى لوجود قاعدة كبيرة لها ربما الأسباب على أن الصين تسعى لوجود لها في الأطلسي أما المسألة الأهم هي أن القاعدة هذه هي قريبة من المناطق الاستوائية أو جمهورية الكونغو الديمقراطية ولدى الصين مرافق هناك من حيث مناجم الكوبلت التي هي مهمة جدا للسيارات الكهربائية وهي تسيطر على أهم الموارد التي يمكن أن تكون بديلا للبترول في السيارات كما لدى الصين قاعدة في جيبوتي على البحر الأحمر وإن نظرنا إلى الخارطة الأفريقية منذ 2001 كان هناك تزايد للوجود الصيني العسكري والتدريبات واستثماراتها في مرافق مختلفة طيب بالفعل إذا ما أردنا أن ننظر إلى الاستثمارات الصينية وهنا نتحدث عن الاستثمارات غير العسكرية إلى أي مدى يمكن القول أن اليوم النهج الصيني يختلف عن النهج الأمريكي من ناحية النفوذ وأن الولايات المتحدة بحثت عن قواعد عسكرية بأفريقيا سرية وعلنية فيما الصين لا تبحث فقط عن وجود عسكري هي تبحث عن وجود اقتصادي تجاري قوي نتحدث أعتقد عن مئة ميناء تم بنائه من جانب الصين بأفريقيا لا بد من أن نتوقع الحذر هنا حسنوا وطوروا هذه الموانئ بعضها موانئ رئيسية لها قيمة مهمة للصين لأن أفريقيا هي مورد للمعادن وهي الصين أكبر دولة مصنعة في العالم والآن هذه المعادن ليست متوفرة في الغرب ولا في الولايات المتحدة والولايات المتحدة لم تستثمر في مثل هذه البنى التحتية بل على جوانب عسكرية وكان لديها وجود في المنطقة في السحراء الكبرى وكان وجودها لمحاربة الإرهاب الصين وجودها العسكري محدود لكنها تصاعد من وجودها على مدى السنوات العشرين الماضية وبالتالي بإمكانها أن يكون لديها دور عسكري أهم وبالتالي فإن الوجود العسكري الفاعل للصين هو قوة لمحاربة القرصنة قامت بدور أساسي في عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة وهي طريقة مختلفة لأن يكون لها وجود عسكري في داخل أفريقيا سيد عنتني كانت إدارة بايدن واضحة منذ البداية أن الصين هي أولويتها ومواجهة النفوذ الصيني كيف ستواجهه في هكذا أنشطة هي حاولت استمالة غينيا الاستوائية بطريقة لطيفة كما توصف ولكن هل ستعتمد الولايات المتحدة أسالي بدغط على الصين الآن الولايات المتحدة تفاوضت مع الدول الأفريقية المعنية لمحاولة تقليل الوجود العسكري للوجود الصيني وهناك تعليقات أمريكية حول غينيا الاستوائية بسبب فساد حكومتها وهذه التوترات نعم هي فرصة للصين ليكون لديها قاعدة هناك وحتى الآن في الولايات المتحدة بدأت بأن يكون لديها رد فعل الوجود الصيني من حيث قيمته الاستراتيجية الكوبلت هو نعم من المواد الجديدة المهمة التي حصلت عليها للأسف شديد انتهى وقت هذه الساعة أنا مضطرة لمقاطعتك ضيفنا من واشنطن أنتني كوردسمان أشكرك جزيلا شكر الباحث في معهد أو مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وبهذا نصل إلى ختم الأخبار الليلة شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة